يا كاتب الشعر شل القول داشيلا ورسلت حياة بعطر الورد جذابة يا كاتب الشعر شل القول داشيلا ورسلت حياة بعطر الورد جذابة وواصل مزنا حسن ووقف الرحلة تستاهل المدح والتقريم تحضابة من قوم عالي وهم عالي بإله قوم إذا الماجد نادى تبدل أسبابة حرة كريمة وكل أخلاقها كلا مضرب مثل والفخر يبدي بها عجابة وزوجها الصادق المعروف في قولة والكل يعرف أبو سلطان وخطابة الطيب القاضي يقرضي في وجه الله ويرعي حدوقي أصحابه مع أحبابه وولادها بندر اللي يعتبر واصلة مثل النعيم ومشار زينة أصحابه عبد المجيد وسعود السعديق رابلة بندر وسلطان عطر القلب وطيابة وبناتهم باسم رب البيت والقبلة مع أمهم بالأدب والذوب تتشابه هدي مشاعين وسارة شامخة هو الله بفضل ربي وبدريا هي أدرابة عهد وفايزة تحط الطيب في أهلا وبدور بدرين تسل القلب واعتابه أسرى عريقة تدوس الصعب والذيلة يا ربي تجعل مزنى دوم غلبة يا كاتبة الشعر شل القول إذا شيله ورسل تحية بعطر الورد جذابه وواصل مزنى حسن ووقف الرحلة تستاهل المدح والتكريم تحضابه من قوم علي وهم علي القيب الله قوم إذا الماجد نادى تبدل أسبابه حرة كريمة وكل أخلاقها كله مضرب مثل والفخر يبدي بها عجابه وزوجها الصادق المعروف في قوله والكل يعرف أبو سلطان وخطابه الطيب القلب يقرى الضيف ويجيله ويراعي حقوق أصحابه مع أحبابه وولادها بندر اللي يعتبر واصله مثل النعيم ومشار زينة أصحابه عبد المجيد وسعود السعديق رابله بندر وسلطان عطر القلب وطيابه وبناتهم باسم رب البيت والقبلة مع أمهم بالأدب والدوب تتشابه هدي مشاعن وسارة شامخه والله بفضل ربي وبدريا هي أدرابه وعهد وفايزة تحط الطيب في أهلا وبدور بدريا تسل القلب واعتابه أسرى عريقا تدوس الصعب والدلة يارب تجعل مسنا دوم غلابه ترجمة نانسي قنقر